زي ما تعرفين سافر النهاردة واللزيز ان المنتخب مصر هيلعب مع كينيا المنتخب كينيا الأولمبي منتخب كينيا بعت لنا منتخب متاع الأولمبي لان المنتخب كينيا الكبير هيلعب ماتش في تصفيات المؤهلة لكاس أمم الأفريقية عشرين تلاتاشر وده وصلهم قطر تقريبا ما فيش ناس كتير راحوا استقبلوهم بسبب حزن الناس على أحداث بورسعيد ولكن هل يعقل ان منتخب مصر يروح لعب كينيا الأولمبي والغريب جدا ان منتخب مصر بدل ما يسيب محمد صلاح ويسيب أحمد الشناوي ويسيب أحمد حجازي ويسيب بن نني يروحوا يلعبوا مع منتخب مصر الأولمبي ضد أسبانيا في أسبانيا أخليهم يلعبوا مع منتخب مصر ضد كينيا الأولمبي يعني اني افيد لللاعب انه يحتك بأسبانيا في أسبانيا ده حارس مورما بار ميونيخ دي خيئة سوري مانشستر هيسافر هيروح يلعب ضد منتخب مصر لعبه النهاردة وكسبه 2-1 بهدفين طبعاً للأكبر 2 جيجز اللي عنده 38 سنة ونص جاب بهدف الفوز النهاردة فراح يسافر فكان المفروض اللعبة دي تسافر أحسن وتروح هناك أفضل